بسم الله الرحمن الرحيم حضرتكم من استاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو دي هنقدم لحضرتكم الفيديو 53 من سلسلة شرح برنامج الميكروسوفت ورد وفي الفيديو دي هنقدم لحضرتكم تتبع التغيرات في الملف من اعداد استاذ ياسر محمد نجيب خاصية تتبع تغيرات من اهم الخواص اللي موجودة في الورد الخاصية دي بتسمح لك بتتبع اي التغيرات اللي حصلت في الملف سواء في التنسيق او في الكلمات وبتقدر من خلالها بأنك تحدد ايه هي التغيرات اللي انت عايزها او التغيرات اللي انت عايز ترفضها طيب علشان نتتبع التغيرات في الملف ده بندخل على قيمة review ومن review هندخل على track changes فهنبدأ في تتبع التغيرات انا مثلا هجيله على انا مثلا هجيله على الكلمة دية وهعمل له عليها تغير في الخلفية هتلاحظ حضرتك بأنه فورا حط خط هنا بأن في تغيرات هنا تمت والتغيرات دية كانت عبارة عن highlight اتعمل لي الكلمة دي طيب انا ممكن اضغط على الكلمة دي وهعمل له bold هتلاقيه بيقولك بأن الكلام ده حصل له bold والخط اللي تكتب فيه كذا طيب انا هغير الكلمة دي وهقول مثلا السقوب وهاجيله هنا واقول السوداء هتلاحظ هنا بأنه بيجي يقولك بأن الكلمة دية حصل بأنها اتغيرت تماما اتغير هنا حصل بإضافة حرف الواو وهنا الكلمة دي اتكتبت واللي تشطب من هنا هو الشيء ده فبيقولك بأن الجزء ده تم حسفه الجزء ده تم اضافته الجزء ده تم اضافة حرف الواو فيه انا هاجي اعمل على الكلمتين دول لون مختلف هتلاقي بيقولك بأنه تم التعديل فيه اللون وتم اخذ اللون الفلاني فهنا بيتتبع لي كل التغيرات اللي تمت فيه الملف بتاعي انا هارجع لقائمة ريفيو اقدر بقاني اوقف اتراك على الملف او بقاني اسيبه الشغال ما تنساش بأنك لازم تحفظ في كل خطوة انت بتعرض فيها التغيرات دي ما تنساش انك تحفظ في كل خطوة انت بتعملها مجرد ما هو معرض لك التغيرات انت طبعا تقدر بقانك تيجي وتحدد ايه تغير وايه موقفك منه انت مثلا الهايليتر اللي موجود هنا هل انت موافق هقول له اوه اكسبت تقدر بقانك تقول له اكسبت اند موف تو نكست فهو راحل التاني ده فيه خطأ املائي هل انت موافق طبعا احنا عدلناها في الفيديو السابق فهقول له ريجكت وتحرك ليه التالي طيب الكلمة دي تم اعملها بولد انا عايز اعمل اكسبت او عايز اعمل ريجكت فارفض او اقبل طيب انا هرفض وهتحرك ليه التالية باعتبار بان هنا ما في جداعي الكلمة دي انا هتتعمل بولد ارفض وتحرك لليه بعدها طيب الثقوب هنا حصل تغير في الواو ديت تقبل التغير ده ولا لا اعم انا هقبله واتحرك للتالي كل ما بتقبل حاجة من التغيرات بتلاحظ بان العلامة بتاعتها بتختفي طيب انت عندك هنا كلمة الثقوب السوداء هو حصل تغير كذا وحسف كذا انا هقبل التغير ده اتحرك للتالي طيب ديت اتحذفت انا هقبل حسفها طيب ديت اتعملت باللون ده لا انا هرفضها فبيقول لي هنا خلاص تم الانتهاء من كل الحاجات اللي موجودة طبعا بتقدر بانك تتحرك ما بين التغيرات بالنكست او البريفياس وبتقدر بانك ترفض التغيرات ديت او تقبلها بتقدر بانك تقفل التراك بباسورد فتحط له كلمة باسورد بحسب ان محدش يقدر يقفل التراك على الملف ده الا من خلالك ومن خلال كلمة المرور اللي انت حضطها للملف ده بكده نكون شرحنا كل ما يتعلق بتتابع التغيرات بنشكر لحضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى تشرفون بشترككم في القناة